سلسلة الفتاوى المختارة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير سؤال آخر يقول ما حكم صلاة النفل على الراحلة أو السيارة إذا كان في حضر لا سفر ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي النافل على الراحلة لكنه في السفر كان لا يصلي الفريضة إنما يصلي النافل على الراحلة في السفر ومن أهل العلم من يرى أن الحضر والسفر حكمه واحد إذا احتاج إلى الركوب وتطلب ذلك وقتا بحيث يخشى من فوات وقت التطوع وهو في الحضر والآن في واقع الناس تجدهم يقضون أوقات طويلة في السيارات في مسافات بعيدة داخل المدن وفي زحام السيارات ينتهي قد ينتهي وقت نافلة راتبة لها وقت محدد وتفوته بهذا فعلى القول الثاني قول جمع من أهل العلم أنه لا مانع من الصلاة من صلاة النافلة على الراحلة في الحضر لا سيما إذا خشيا فوات وقتها ومنهم من يطلق القول بجواز ذلك وأمر النافلة لا شك أنه أوسع من أمر الفرض وأما الثابت عنه عليه الصلاة والسلام فالمعروف في الصحيحين وغيرهم أنه كان يصليها في السفر على هذا يا شيخ هل يستقبل القبلة؟ إذا تمكن من استقبال القبلة لا سيما عند الافتتاح فهذا هو الأصل لكن إذا لم يتمكن في سيارة وفي خط يسير في سيارته مع الناس يصعب عليها أن ينحرف عن طريقه ويستقبل القبلة لا سيما على القول بأن الصلاة النافلة تصلى في الحضر على الدابة فإنه لا يستطيع أن يصلي بين سلوات السيارات ثم يوجهها إلى القبلة فهو المشقة حينئذ تجلب التسير إذا كان هو الذي يقود السيارة وقد يترتب على انشغاله بالصلاة لا شك أنه إذا كان ترتب عليه ضرر أو ضرر عليها وعلى غيره فلا يجوز حينئذ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح والضرر تجب إزالته لكن مسألة مفترضة في شخص يقود السيارة ويستطيع أن يومئ بالركوع والسجود وينظر إلى ما أمامه ويتلافى الأخطار إذا تمكن من ذلك فالذي ظهر أن الأمر فيه ساعة إن شاء الله والأمر لا شك أوسع لمن كان راكبا معه أما بالنسبة للراكب الذي لا يلزمه ملاحظة السير ولا عليه خطر من من أمامه ومن خلفه هذا ما فيه إشكال إن شاء الله من أمامه ومن أمامه ومن خلفه